تشكيل قوة جوية لميليشيا الحجد آخر ما تفتقت عنه قرارات هيئة الميليشيا الطامعة في إمساك العراق بقبضتها وهو قرار لم يسبقها إليه إلا الحرس الثوري الإيراني الدعم الأساسي لها والممسك بزمام السلطة في إيران والمحرك الأساسي للميليشيات في أربعة بلدان عربية لكن كيف لميليشيا أن تخطوى مثل هذه الخطوة في بلد يفترض وجود جيش وقوة جوية فيه لولا الدعم المفتوح الذي قدم لها من قبل رئاسة الوزراء التي منحتها صلاحيات وفق الأمر الحكومي رقم 79 لعام 2014 لتشكل ما تراه مناسبا من مديريات وتهيكل ما تريد هيكلته وليس غريبا أيضا أن يكون على رأس هذه المديرية صلاح مهدي حنتوش وهو المدرج من بين أربع شخصيات عام 2012 على لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية هي حرب على العلن إذن تجاهر بها ميليشيا الحجد ومن خلفها إيران في استدراك الصفعات التي وجهت لها من قبل تل أبيب بضوء أخضر من واشنطن والقصف المتكرر الذي استهدف معسكرات الحجد في العراق وميليشيا حزب الله في لبنان واستبقت إعلان تشكيل المديرية بتأكيد زعيم ميليشيا سيد الشهداء أبو آلاء الولائي أن الحجد سيذهب إلى إيران للحصول على منظومة دفاعية تحمي مقراته حتى إن لم توافق الحكومة لا وبل ذهب في تصريحاته إلى اعتبار الجنود الأمريكيين في العراق مشاريع أسرى لديهم ويرى مراقبون أن تشكيل هذه القوات الجوية كان متوقعا أنه لن يجابها بأي معارضة من قبل القوى السياسية في العراق لسيم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي أعطى قراره الشكلي بشأن دمج الميليشيات في القوات المسلحة انطباعا بلعبه على حبال السياسة لا أكثر وهذا ما تبرهن عليه خطوة الحجد الأخيرة بتشكيل قوة جوية وهو ما يجعل العراق ساحة لصراع دولي يخبئ في طياته التخادم لا أكثر يعطي على ما يظهر لإيران ما تريده في العراق من جهة ويضمن أمنة الأبيب من جهة أخرى ويبقي أمريكا الضامنة لهذه المعادلة والمتحكمة بثروات هذا الشرق المخضب بدمائه